رسميا من نائلات الاسرائيلي يعلن افلاسه بعد هجمات بالصواريخ استمرت اكتر من 8 شهور وقوات اليمن تقصف 3 سفن امريكية وسفن تبعة للكيان والقيادة الوسطى في الجيش الامريكي تعلن فقدان نقلت نفط في البحر الاحمر وارتباق وسط قيادة الجيش الامريكي مع كسافة الهجمات الصواريخ اليمنية ومحللين عسكريين يتساءلون من اين تأتي اليمن بهذا الكم الهائل من الصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للسفن بالرغم من هجمات امريكا الجوية وهجمات قوات التحالف الدولي تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين من حوالي اربع اسابيع عملت فيديو اتكلمت عن مؤشرات بتقول ان ملاء الات الاسرائيلي على وشك الافلاس رسميا بسبب الحصار العسكري المفروض من جانب اليمن وبسبب هجمات الصواريخ اليمنية اللي اكبرت معظم شركات الملحة في العالم على تغيير المصاري البحري وعدم الدخول في البحر الاحمر خوفة من الصواريخ اليمنية وده ادى الى انخفاض في معدلات تشغيل الميناء الات بنسبة 90% وقلت ان ادارة الميناء الاسرائيلي الات خفضت العمالة بنسبة 75% وان الميناء بيواجه ظروف شديدة التعقيد النهاردة يا جماعة رسميا ميناء الات في اسرائيل وده الميناء الوحيد في اسرائيل على البحر الاحمر اعلن افلاسه رسميا واغلاقه بشكل كامل يعني خلاص دلوقتي ما عادش عندي الكيان اي موانئ بحرية على البحر الاحمر وده جماعة بيمثل ضربة صاحقة للكيان ناس كتير كان بتتكلم قبل كده هي فين صواريخ اليمن هي ما بتعملش حاجة ليه فين الخسائر فين الاهداف فين النتائج اهي جماعة النتائج والاهداف اتعملت واتحققت تاني اكبر ميناء في الكيان والميناء الوحيد وبوابة اسرائيل الوحيدة في البحر الاحمر اتقفلت بالضبع والمفتاح وده بفكرنا بالضبط باللي حصل في حرب اكتوبر 73 اما بعتت مصر لواء الغواصات ولواء المدامرات المصرية لليمن لغلق باب المندب في وجه الملاحة الاسرائيلية ونجحنا وقتها في غلق ميناء الات وحصار اسرائيل من جهة البحر الاحمر وما كانش نقدر نعمل الكلام دوت غير لما اليمن قدمت لمصر مساعدات عسكرية ولوجستية هائلة اليمن وفت بجانب مصر وكانت بتقدم للغواصات والمدامرات المصرية عناصر لوجستية ودعم لوجستي عشان نقدر نواصل في خطة الحصار على باب المندب يعني دايما كلمة السر في حصار اسرائيل وغلق ميناء الات الاسرائيلي بتكون عند اليمن اعلان اغلاق ميناء الات وافلاس ورسميا بياتي بعد يوم واحد بس من اكبر هجوم من اليمن على سفن الكيان اليمن جمع خلال 24 ساعة بس هجمت 3 سفن من بنا نقلة نفط وبيترول في مصر عمليات البحر الاحمر والبحر المتوسط اليمن بعد ما قفلت البحر الاحمر في وجه الملاحة الاسرائيلية بتكسف دلوقتي هجمات الصواريخ في نطاق مصر عمليات البحر المتوسط وبتهاجم سفن الكيان في قلب البحر المتوسط وبتهاجم قاعدة حيفة نفسها اكبر قاعدة بحرية عند الكيان بالتالي اليمن عنده تصميم عالي جدا في حصار الكيان من جميع التجهات الاستراتيجية وتحويل الكيان الى دولة او كيان مغلق بحريا ودلوقتي بعد افلاس ميناء الات في البحر الاحمر طبعا مفيش اي سفن هتتجه الى ميناء الات والتركيز هيكون في تحويل السفن البحرية الى البحر المتوسط وهنا اليمن بتهاجم السفن في البحر المتوسط عشان تعمل ضربة استباقية ضد اي خطط عسكرية مضادة لتقليل تأثير هجمات الصواريخ اليمنية في البحر الاحمر اليمن هجمت مبارح 3 سفن عن طريق الصواريخ الباليستية والمسيرات الكاميكازي والصواريخ البحرية المضادة للسفن اليمن يا جماعة بتنفذ استراتيجية عسكرية على اعلى مستوى ممكن من خلال الهجوم المحوري المتعدد بمعنى ان لو في سفينة ممكن تنضرب او تتدمر بصاروخ واحد اليمن بتهاجم السفينة بصاروخ واثنين وثلاثة وكمان بيكون مع هجمات الصواريخ مسيرات بحرية ومسيرات جوية بحيث اليمن تعمل ارتباك في صفوف قوات الدفاع الامريكية اللي ما بتعرفش تصد ايه وتعترض ايه اليمن بتنفذ هجمات اغراق ضد السفن العالمية عشان لو فيه دفاعات امريكية جوية صدت جزء من الصواريخ والمسيرات اليمنية الجزء الثاني يكمل مصاروه ويهاجم السفن البحرية ويدمرها ودي استراتيجية نكحة جدا وكبدت امريكا والكيان اكبر الخسارة العسكرية استراتيجية الهجوم المحوري المتعدد رغم انها نكحة جدا فيه اختراق طبقات الدفاع الجوية الامريكية وضرب السفن العالمية حتى المحمية بسفن الصواريخ الامريكية لكنها في نفس الوقت مكلفة جدا من ناحية سلاك الصواريخ والمسيرات الكاميكازي المتزايدة يعني عشان تنفذ استراتيجية هجوم متعدد طبقي على السفن فاليمن لازم تكون بتملك ترسانة هائلة من الصواريخ والمسيرات عشان تكفي هجمات الاغراق البحري وهنا الناس بتسأل اليمن جابت كل الصواريخ دي اتمنين يعني احنا بنشوف دلوقتي ترسانة هائلة من الصواريخ اليمنية ما بتخلصي وتم اطلاق الاف من الصواريخ اليمنية على مدار 8 شهور اليمن يا جماعة عملت كل ده ازاي وازاي جهزي ترسانة هائلة من الصواريخ الي اتسببت في ارتباك في صفوف القيادة المركزية الامريكية الي ما ديرش عارفة تصد ايه ولا تدافع عن ايه ولا تحمى اي سفينة وثابت البحر الاحمر دلوقتي سدح مداح مفتوح على البحري اليمن بتملك صواريخ باليستية من زمان اوي اليمن يا جماعة بني الترسانة من اكبر الصواريخ الباليستية في الشرق الاوسط بدءا من السبعينات العلاقات الكبيرة بين اليمن والاتحاد السوفيتي كانت علاقات كبيرة جدا وده سمح لليمن بطلب شراء اعداد كبيرة من الصواريخ السوفيتي الباليستية من انواع سكود وفروغ وتوشكا واحتفظت اليمن بثرسانات الصواريخ السوفيتي في عدد من القواعد الصواريخ اللي تعاملت على النمط السوفيتي حوالي اربع قواعد صواريخ استراتيجية كانت بتحتوي على مغزونات هائلة من الصواريخ السوفيتي قصيرة ومتوسطة المدى وتم حصلت المشاكل في اليمن 2015 واستلاع ناصر انصار الله على السلطة في اليمن نجحوا في الاستلاع على قواعد الصواريخ اليمنية واصبع عند عناصر انصار الله ترسنتها الى من الصواريخ السوفيتية اللي تم نقلها الى مخازن الوجستية جديدة تحت الارض وفي اعماق الجبال عشان تحميها من هجمات الصواريخ وهجمات المقاتلات وده يعرفنا ليه امريكا مش عارفة تهاجم او تضرب قواعد الصواريخ اليمنية لان قول الصواريخ اليمنية موجودة في اعماق الجبال عشان تحميها من اي هجمات مضادة او هجمات استباقية كمان العلاقات المفتوحة بين انصار الله وبين ايران سمح لايران بنقل كميات هائلة من الصواريخ الايرانية المتطورة جدا من انواع بركان وشهاب وقيام وعماد وفتاح وسجيل قول الصواريخ الايرانية اصبحت موجودة في قلب اليمن كمان تم تعزيز اليمن بترسانها الى من الصواريخ البحرية المضادة للسفن والمسايرات الايرانية وهنا اجتمع عند اليمن ترسانات من الصواريخ السوفيتية زي الترسانات من الصواريخ الايرانية زي الترسانات من الصواريخ الكورية الشمالية اللي بدأ توردها من كورية الشمالية لايران ثم انتقلت من ايران لليمن وهنا نقدر نقول ان اليمن في الوقت الحالي بتملك واحدة من اكبر ترسانات الصواريخ الباليستية في العالم بدون اي مبلغة لدرجة ان مصادر في الاستخبارات الامريكية CIA قالت ان اليمن واحدة من الدول القليلة جدا في العالم اللي بتملك دلوقتي صواريخ باليستية بيتجاوز مدى 3000 كم يعني تضرب اوروبا وتغطي قواعد الجيش الامريكي على مساحاتها الى كمان اليمن اصبحت دلوقتي من اصل 5 دول بس في العالم بتملك صواريخ باليستية اسرع من الصوت هايبرسونيك بجانب روسيا الصين كرة الشمالية وايران فاليمن اصبح قوة عسكرية عالمية مؤسرة في المنطقة لدرجة ان الجيش الامريكي مش عارف يعمل معا اي حاجة وكل تحروجات الجيش الامريكي ما ادرتش يتمنع اليمن من مواسطة القصف الصاروخي والجوي على سفن الكيان في البحر الاحمر والبحر المتوسط وطبعا مع كسافة الصواريخ والمسيرات اللي عند اليمن اصبح من السهل جدا على اليمن انها تنفذ استراتيجية الهجوم المتعدد على السفن البحرية يعني تبقى السفينة ممكن تنضرب وتدمر بصاروخ واحد بس اليمن تقول لا هضرب السفينة بصاروخ واثنين وثلاثة ومعهم كده في النص مسيرات كاميكازي عشان تربك وتخدع وتضلل وتتوي شبكات الدفاعات الجوال الامريكية بحيث لو امريكا ادخلت واعترضت صاروخ او اثنين ولا مسيراء او اثنين الباقي يكمل مصاره ويضرب السفينة بمنتهى القوة وهنا يا جماعة ادرت اليمن انها تفرض السيطرة والهيمنة على مصر عمليات البحر المتوسط والبحر الاحمر وخليج عدن وحتى المحيط الهندي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة لايك وشير وسبسكراب للقناة وكمان الاشتراك في القنوات التانية هسيب نيك القنوات التانية في وصف الفيديو وفي اول تعليق اشوفكم الفيديو جاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة